اللواء أركان حرب سمير فارق كل سنة وانت طيب وآهلا وسهلا بحضرتك كل سنة وانت طيب لحضرتك وكل الشعب المصري اسمحني بس أجمل الكلام الجميل لحرك قلته في البداية كده عشان الجيل الجديد ما يعرفش احنا استعدنا سينا بثلاث معارك خلاصة الكلام رحك قلته الأولاني معركة 73 وهو الجيش المصري اقتحم قناة السويس وخط برليف وحق الجزء من سينا ثم المعركة التانية هي المعركة السياسية لما الرئيس السادات رحمه الله طلع كامبي ديفيد ووقع على اتفاقية السلام مع اسرائيل معاهدة السلام وبالتالي استعدنا الجزء الثاني من سينا أما المعركة التالتة رحك قلتها هي المعركة القانونية اللي قدرتها مصر في عشان استعدت آخر جزء من طابة إذن تحريد سينا تم على ثلاث مراحل سينا حدثك واضح تفايل المقدمة الحاجة الثانية بقى المهمة اللي عاوزين نقولها للشعب المصري إن سينا عبر التاريخ كله كانت هي معبر كل الغازوات اللي جات على مصر من 4000 سنة أيام لوكسوس هم اللجومة عن طريق سينا إلى آخر حاجة في حرب 56 و67 جات عن طريق الإسرائيليين عشان كده أصبحت سينا دايما هي مصدر الخطر بالنسبة لمصر خلاصة الكلام لو جبنا جيوش العالم كلها عشان نأمن سينا مش هنقدر إنما التأمين الحقيقي زي ما قال سيادة رايز في رقاه الأخير لما كان بيفتتح المشروعات في سينا وهو التنمية هنمي سينا إذا معنا كده نأمنها سيادة رايز قال إن احنا بنصرف ندق 600 مليار على سينا ده عبارة عن 25% من حجم الاستثمارات اللي بتستثمر في مصر كلها موجهنها لسينا 600 مليار مرة تانية 300 خديتهم القوات المسلحة بتنفس بقى بين الأساسية الطرق والأنفاء والكباري وال300 التانيين إن شاء الله بتكمل بيهم بقية الخطة اللي اتعمل في سينا دلوقتي إن احنا دخلناها في حضن مصر كون إن احنا قلنا سينا رجعت تاني بالأغانية ما كانتش رجعت لإن كانت سينا منفصلة تماماً عن الوادي وكدت عشان تعبر من الوادي إلى سينا كعود 6 أو 7 ساعات على المعابر اللي كانت موجودة النهاردة عندك أربع عنفاء في حوالي 20 دقيقة بتقى نفسك جوه سينا وزي ما قال سيادة رايز برضو في اللقاء الأخير إنك كمان عملت كبير الفردان وحطيت عليه السكة الحديد يبقى أنت النهاردة الأول مرة من بعد 67 هترجع خط السكة الحديد اللي حيصل بين الدلتا وبين سينا خط مستمر وحيوصع كبير الفردان عشان يغطي الناحية التانية من قناة السويس الجديدة عشان يصل إلى سينا حجم التنمية اللي تمت في سينا حجم كبير جداً للفترة الجاية مش هنقول على كمية الطرق كمية الأنفاء ولكن في فكرة جديدة حد أبدي أبسط مثال على كده النهاردة البدوي اللي كانوا في سينا عمرهم ما كانوا قاعدوا ولا لهم كيان ولا حاسين أنهم أبناء هذا الوطن حتى من حوالي 20 سنة لما بنلهم بعض القرى البدوية كان البدوي بياخد مفتاح البيت اللي أخده ويمشي لأن البدوي عايز الميا لكن السنتين وثلاثة اللي فاته الرئيس سيقال الأول نحفر بير نلاقي ميا اللي أم حاولين عليها البيوت وزي ما قال في اللقاءه الأخير كل البدوي هياخد البيت وجنبيه خمس فتدين يزرعهم إذن أصبح فيه تجمع سكاني جنبه مدرسة جنبه وحدة صحية جنبه جنبه إذن انت ربط البدوي لأول مرة بالأرض الأخطر من كده أولاده داخلين المدرسة إذن حنلاقي بعد أربعة خمس سنين اللي تخرج من السنوية العامة ودخل كلية الشرطة كلية الطب بقى فيه المهندس والطالب والزابط والمحامي وا 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 لأن ده مكانش موجود قبل كده وهنا حيصبح في البدوي جزء من كيان هذا المجتمع المصري العظيم سواء أنه أصبح له أرض بيزرحها بيحافظ عليها في ميا في ابنه اللي أصبح جزء من تراب هذا الوطن وهو هذا هو الجهاد الأكبر الذي أتحدث عنه سيادة اللواء يعني الحقيقة اللي مصر عملته أصبح الآن فيه رؤية للتنمية رؤية للتحافظ على الأمن القومي على التوطين على تعمير سينة على وصلها بباقي مصر ما بقتش منفصلة كل هذا الحقيقة وربما تم أشياء كثيرة جدا ولكن في آخر خمس سنين شيء غير عادي وأنا واحد من المتابعين اللي كتبت عن سينة مجلدات كثيرة جدا بقول لحضراتكم أن ما تم خلال الخمس سنين يفوق ما تم في سينة عبر كل السنوات سيادة اللواء سامير فرق بشكرك شكرا جزيلا يا فنزم ترجمة نانسي قنقر